بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب شروط النكاح ولا بد فيه من رضى الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها ولا بد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح رواه أحمد ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفء للعفيفة والعرب بعضهم لبعض أكفاء فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها أو بالإشارة ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين